كنت في يوم من أيام جالس جلسة شبابية مع شباب فالأول يقول شفتوا المغنية الفلانية في آخر فيديو كليب لها والثاني يقول لا 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 الثانية أفضل لأنها هي من جنسية كذا لكن تغني باللهجة اللي كذا الثالث شي يقول يقول والله هدول كلهم من أعمال هديت المغنية اللي أول أغنية غنتها لما كانت هي على الفراش الثالث بدأ يزيد الرابع بدأ يوسع وأنا جالس أسمع دقيقة كاملة دقيقتين ثلاث والشباب يتبارون في الحوار وفي النقاش هذا الفيديو كليب أفضل لا هذا الفيديو كليب أفضل لا شفتوا البنت وهي طالعة ترقص بالملابس الفلانية لا شفتوا المغنية الفلانية إيش الحركة اللي عملتها لا شئوا بدأوا يدخلون في التفاصيل فسألتهم قلت لهم ممكن واحد منكم يقول لي معنى الأغنية أو كلمات الأغنية طبعا التفتوا قالوا والله يا أبو محمد ما نعرف احنا كلنا نعرف نعرف الصور ونعرف الأشكال تسألنا في المعنى وفي الكلمات احنا أصلا لا نسمع كلمات ولا نسمع معاني احنا نشوف صور فصار الحوار بيني وبينهم على قضية الفيديو كليب وعلى قضية الأغاني واحد منهم قال والله يا أبو محمد بيني وبينك احنا يوميا نقعد بها القهوة وهذا حديثنا الساعة والساعتين والثلاث ولا عندنا حديث غيرها يا فيديو كليب يا كرة غير هالقضيتين في أمتنا العربية والإسلامية لا نعرف ولا نحسن فقلت حقيقة الأمر يحتاج إلى نوع من التأمل والتدبر على مستوى الشباب أصبحت هذه ثقافتهم وعلى مستوى الأطفال بابا فين بابا فين الحين والله يريد أنتوا بس لو تتأملون هذه الأغنية أولا حتى الكلام بابا فين في نوع جرأة من قلة الأدب في حد يكلم أبوه بابا فين في حد يرفع السماعة بابا فين يعني لهذه الدرجة أنه العلاقة صايرة بين الولد وبين أبوه ما فيها أي احترام ما فيه أي حدود لا واللي أدهى من هذا لو نشوف الأطفال كيف يرقصون في الأغنية حركات فيها دعارة وحركات فيها قلة أدب ويتربى أطفالنا وهم صغار شوف الولد ست سبع سنين داخل البيت يغني بابا فين ويسوي نفس الحركات وهذا الولد يمكن تلقاه في دولة من الدول فأنا جالس نعود مرة أخرى للجلسة الشبابية فأنا كنت أتحاور معهم قالوا لي والله يا أبو محمد الغناء حلال ولا حرام قلت لهم يا شباب أي حلال حرام أنتوا الآن تتكلمون في شيء أكبر من حلال والحرام القضية ما هي قضية فتوى ولا هي قضية حلال وحرام الآن إذا يومياً ثلاث أربع ساعات تتناقشون على الفيديو كليب والأغاني والعام الماضي واحدة من شركات الإنتاج ما تم إنتاجه كما تقول لحصائيات في الدول العربية ثلاث ألاف فيديو كليب في العام الماضي والله أنا أشوف هذا أشد من المخدرات وأشد على شبابنا من المخدرات إذا المخدر يخدر الشباب أربع خمس ساعات الفيديو كليب قاعد يخدر عشر ساعات ولو تأملنا في شبابنا وفي متابعة والله أنا عارف شاب تشتكي أمه وتقول والله يا أبو محمد 12 ساعة قدام الشاشة من أغنية لأغنية ومن أغنية لأغنية يا أبني قوم صل يقولها إن شاء الله بعد خمس دقائق يا أبني قوم توضى إن شاء الله بعد خمس دقائق خمس دقائق صارت خمس ساعات مخدر مخدر بل أشد فتكا من التخدير إذن لما نتكلم عن حلال وحرام هي ليست قضية حلال وحرام وإنما قضية مسخ للعقيدة ومسخ للثقافة ومسخ للهوية وهذه كلها يشربونها شبابنا وهم لا يشعرون فأقول إذن الحل في أن يجلس الآباء والأمهات مع أبناؤهم يتحاورون معهم يتكلمون معهم يسولفون يحاولون يعملونهم نوع من الحصانة والحماية حتى ينشأ الشباب نشأ قوية ونشأ متينة فنفخر بهم في أمتنا العربية والإسلامية ويكونون كمحمد الفاتح عندما فتح القسطنطينية وكأسامة بن زيد عندما أصبح قائد وفي الجيش أبو بكر وعمر وغير من القيادات التي نفخر بها نحن في هذا الزمان نقطة ومن أول السطر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر